ترجمة نانسي قنقر حيث قام الاتحاد الملكي الفحص البيطرية للبطولة وترقيم الجياد وسط مشاركة واسعة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للدعم الذي تحظى به رياضة القدرة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مشيرا سموه إلى أن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في مواصلة تطور رياضة القدرة البحرينية التي برزت بشكل لافت في التطور والازدهار طوال الفترة الماضية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباقات ستكون استثنائية ومن المؤكد أن تشهد الإثارة والحماسة وقوة المنافسة بعد أن بدأ الجميع استعداداته لخوض المنافسات بعد سلسلة من السباقات القوية التي شهدها الموسم وكان آخرها سباقات بطولة العيد الوطني المجيد وأشهد سموه بدعم تمكين وأسكن للبطولة والذي يؤكد حرصهما على دعم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بكافة الفرسان والاستبلات المشاركين في السباقات متمنيا سموه لكافة الفرسان التوفيق والنجاح وتقديم أفضل المستويات هذا وسيقام سباق كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الدولي لمسافة 160 كم وسباق 120 كم دولي وسباق دولي ومحلي لمسافة 100 كم إضافة إلى السباقات التأهلية المحلية لمسافة 80 كم و40 كم ترجمة نانسي قنقر